السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً فيكم متابعينا من كل مكان طبعاً العد التنازلي لأعظم حدث رياضي بدأ وهو كأس العالم 2022 اللي راح يقام إن شاء الله في قطر ابتداء من تاريخ 2011 ولأجل هيك حبينا نطلع عليكم في برنامج المنديال مع جويلس معي أنا مهند جويلس للحديث عن البطولة من خلال ثمان حلقات وفكرة البرنامج نمسك كل مجموعة من بين كل المجموعات الثمانية لكأس العالم ونحكي عن تاريخ كل منتخب بهاي البطولة تحديداً وطموحات وفرص تأهل كل فريق للدور الثاني وآخر إشي نتوقع المنتخبين الأقرب تأهل عن المجموعة من وجهة نظري وممكن العاطفة تلعب دور بالتوقعات وطبعاً بما إنه هاي السنة كأس العالم غير أكيد قطر جهزت المنديال غير عن أي دولة ثانية للبطولة والكل بشير بتحضيراتها وبتوقع إنه تكون البطولة هاي الأنجح بعد ما أقيمت 21 نسخة سابقة في مختلف قرات العالم ولهيك رح نحكي في كل حلقة عن ملعب من بين الثمن ملعب اللي عملتهم قطر بداية من ملعب اللي رح يحططن قمة الافتتاح بين قطر والإكوادور الأحد الموافق 2011 وهو استاد البيت ختاماً بالملعب اللي رح يحططن النهائي يوم 18-12 وهو استاد لوسيل وأكيد رح يكون معنا زي ما انتوا شايفين تحت هاشتاغ شارط الكابتن الفلسطينية الحملة اللي طلعت من اليوتيوبر الفلسطيني المميز محمد عدنان وكملها الزميل والصديق العزيز من الأردن أحمد الملاح بهاي الصورة الجميلة وبنتأمل من المنتخبات العربية المشاركة في البطولة وهي قطر السعودية وتونس والمغرب إنها تشارك بالحملة ويكون قائد هاي المنتخبات معلق شارط العالم الفلسطيني على كتفه دعما للقضية الفلسطينية قضية كل العرب والمسلمين وللي بعرفني بعرف أني من عشاق المنتخب الإيطالي الأدزوري فبالنسبة لي هذا المونديال مش كثير متحمس له بس وجوده بقطر دولة عربية عزيزة علينا جميعا بيخلينا نتحمس نتابع كل لقطة وجزئية فيه فعشان هيك وقبل ما أبلش أي حدا ما تابع أي إشي عن المونديال الجاي احضر حلقاتنا وإن شاء الله نزودك بالمعلومات اللي تخليك قادر على متابعة كأس العالم وعندك معلومات جيدة عنه ونبدأ حلقاتنا في المجموعة الأولى اللي بيضم قطر، هولندا، إيكوادور، والسينيغال وبنبلش مع المنتخب القطري العنابي اللي بلعب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه ويشارك في البطولة باعتباره مستضيف لهذا الحدث الكبير وطبعا كلنا نتمنى أنه المنتخب القطري بطل كأس آسيا الأخيرة 2019 يعمل المطلوب منه ويقدم مستويات جيدة حتى يتأهل للدور الثاني وما يعمل زي ما عمل المنتخب جنوب أفريقيا اللي كان أول منتخب بتاريخ كأس العالم بيستضيف البطولة وبخرج من الدور الأول وهذا حكي صار بـ 2010 المنتخب القطري خاط تصفيات بطولة كأس العالم في قارة أوروبا شو دخلوا بأوروبا؟ وهو منتخب آسوي نعم، الاتحاد القطري خاطب الاتحاد الأوروبي لحتى يتحضر للمنديال من خلال وضعه في إحدى مجموعات بطولة تصفيات أوروبا دون اعتماد نتائجه حتى لا تؤثر على بقية المنتخبات وهو ما حصل ولعب عشر مباريات اتمكن من الفوز في مبارتين بس وتعادل ثلاث مباريات وخسر في خمس مباريات أيضا في المجموعة التي تأهلت منها السربيا للمنديال بصدارة المجموعة والبرتغال اللي حقتها عن طريق التصفيات وطبعا بيقول للمنتخب القطري المدرب الإسباني فليكس سانشيز اللي بدرب العنابي من فترة طويلة وبنعرف كلنا أنه قطر بعد حصوله على لقب آسيا بدأ الأداء يتراجع شيئا فشيئا والدليل نتائجه ببعض المبارات الماضية لكن قلوب العرب كل العرب مع منتخب الأدعم وبنروح للمنتخب الثاني في المجموعة وهو المنتخب الهولندي اللي بيشارك للمرة 11 في تاريخه بالمونديال وبدرب المدرب الهولندي لويس فانخال وكان غيابه عن المونديال الأخير 2018 في روسيا حزين على جاميهيرو وقابلها بطولة اليورو 2016 إلى أنه استعاد بعض من هيبته وقوته خلال الأعوام الماضية بس منتخب الطواحين منحوس بالنهائيات بعد ما خسر ثلاث نهائيات كأس العالم من قبل أعوام 74 و78 وآخرها 2010 وكان في 2019 وصيف بطولة دولة الأمم الأوروبية بأول نسخة إلى وتأهل في البطول الحالية إلى المربع الذهبي وتأهلت هولندا للمونديال بعد ما تصدرت مجموعتها بتصفيات أوروبا من خلال الفوز في سبع أمبريات من أصل عشرة التعادل في مبارتين وخسارة في مبارة واحدة ومنذكر أنه حصل على لقب اليورو مرة واحدة في تاريخه كان عام 1988 وهو من بين المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدا في هذا المونديال ومعنا المنتخب الثالث في المجموعة بطل أفريقيا في النسخة الماضية المنتخب السنغالي وسودي التيرانقا والذي تأهل المونديال بطريقة عجيبة وغريبة من ركلات الترجيح بعد حادثة الليزر الشهيرة مع المنتخب المصري بعد ما تصدر مجموعته بخمس انتصارات وتعادل وحيد وبشارك للمرة الثالثة في كأس العالم وخرج من الربع النهائي في أول مشاركة إلى عام 2002 في مودع من الدور الأول بالمشاركة الماضية في روسيا وبقود الكتيب اللي بتضم نجوم مميزة من مختلف دول العالم المدرب السنغالي أليو سيسي ومن أبرز نجومه طبعا نجم الباير ميونيخ الألماني وأفضل لاعب في أفريقيا ساديو مانيه ومن أهم إنجازات السنغال تتويج بلقب الكاف الماضي على مصر زي ما حكينا ومن ركلات الترجيح أيضا وأخيرا في هاي المجموعة بتواجد معنا المنتخب الإكوادوري منتخب تري كالر وبقودها المنتخب المتطور والمميز المدرب الأرجنتيني كوستافو ألفارو واللي نجح مع الإكوادور بالوصول إلى المنديال للمرة الرابعة في تاريخها وكانت أبرز إنجازاتها في المنديال الوصول للدور الثاني في منديال 2006 ويعد هو المنتخب الفيزويلي الوحيدين اللي ما حققوا لقب كوبا أمريكا من بين المنتخبات أمريكا اللاتينية وتأهلت من الهيئة المنديال بعد مشوار رائع من التصفيات اتمكنت من حز البطاقة الرابعة والأخيرة عن القارة باحتلاله المركز الرابع بعد فوزه بسبع مبريات وتعادله في خمسة وخسارته في ست مبريات وتأهله كان بفارق نقطتين عن صاحب المركز الخامس منتخب البيرو اللعب الملحق العالمي مع أستراليا وفقد حلم التأهل وبما إنه حكينا عن المجموعة الأولى صار فينا نحكي اليوم عن الملعب الرح يستضيف مباراة افتتاح كأس العالم ألا وهو أستاذ البيت مرحبا احنا آخر يش حكنا ألا وهو أستاذ البيت وبعد هيك روحنا على البيت وما عرفنا أنه الكاميرا طفت لكن خلينا نحكي عن هذا الملعب اللي بوسع على 60 ألف متفرج واللي رح يستضيف 9 مباريات من الدور الأول وحتى الدور النصف النهائي استوحى تصميمه من بيت الشعر أو الخيمة اللي بسكنها أهل البادية وأهل قطر ومنطقة الخليج على مر التاريخ والآن يجا وقت التوقعات وخلينا نتوقع المتأهلين عن هذه المجموعة إلى الدور الثاني الأولى رح نعطيها بالمنطق للمنتخب الهرندي والثانية رح نعطيها بالعاطفة للمنتخب القطري والله تعالى أعلم وطبعا أنا مش كثير بالتوقعات وفي الختام نتمنى أن الحلقة الأولى من برنامج المونديال مع جويلس نال إعجابكم على أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة